السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة سيونس Live Vlog اليوم خبر صار جدا لمن يسلم لديه إقامة دائمة في كندا أو لديه زوجة في كندا أو زوج ولكن عندك إقامة دائمة وعندك الزوجة هي تكون مزوج سواء زوجة أو الزوج بيناتهم ويخصي كل الأصل الأوكرانيا يعني حاليا الملف سيأتي في كندا يعني المهاجرين لا يحددون تقدر تكون مليون تقدر تكون جون تقدر تكون ثلاثة تقدر تكون ربعة لأنه الوزير الأول جوستن تريدو قال بأنه سيأتي مهاجرين وصرع بأنه كده عليها قال سيأتي في الملف بأنه سيأتي بأسرع طريقة بأنه بأسرع طريقة لما كان الوزير المتخصص بالهجرة للمهاجرين للميغراسيون كندا قال لهم سيأتي حوالي أسبوع يعني سيأتي أشهر سيأتي أسبوع على حسب الإعتقاد والأسبوع سيأتي ثلاثة أسبوع يعني ماكسيموم سيأتي هنا سيأتي هنا يعني سيأتي في الفيزا لهم لذلك لذلك الوضع لهم تم قصح حسب الحرب روسيا يعني أخويا أختي لك أنت مزوجة بأوكرانيا يعني سريع في هذا البادري يعني رفت حينها في كندا هذا القوس هذا بادر أجل هنا أخويا في عكس أنت مزوجة للمغرب حاول أن تهجر إلى كندا بالنسبة للمغربين أو المغربية وهذه واحدة النصيحة يجعل الشخص الأوكراني الأوكراني هو الذي يدفع الضوصي والذي ربما تجد شيء صعيب يقول أنه تكون بعض نوعات هنا تصلح بشيء ولكن بعض الناس يستطيعون للمغربين في العالم كامل هي شيء يقول لك الشخص الأوكراني أو المرأة الأوكرانية يعني الذي يدفع للمغربين 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 قليلا لدي اللغة الإنجليزية وسهل لكي نتعلمها أما بالنسبة لللغة العربية لديهم صعبة ومع ذلك ومع ذلك تحاولت بالخصوية طريقة أنت تمشي ومع ذلك ومع ذلك الزوج هو موافق بأن فكرة زوينة ومع ذلك ومع ذلك ومع ذلك ومع ذلك أن يكون هنا في كندا بس أندلو هذا ويجب أن تخبر بهذه المنس التي لديهم جنسية أوكرانية أو لديهم إقامة مع مع ذلك ومع ذلك في أوكرانيا سواء زوجة أو زوجة ومتمنى لكم الخير ومتمنى لكم لكي أصبح موفقا وللأسف ما وقع في أوكرانيا بأنها بلد جميل جدا ولكن كما نقول ونحن الاتحاد السوفيتي هي السياسة والاتحاد السوفيتي ويرجع المسائلين ويرجع كل شيء يعني 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 أتمنى لكم ما سيرا موفقا وإن شاء الله بكل سريع إن شاء الله إلا قالوا هما أربعة أسبان أتمنى لكم يعني ما كاناش أشهور بعدها ما تكونش من المستحيلات الأربعة وموفقا وموفقا أتمنى لكم اشتركوا في القناة ومشاهدة وهذا هو الخبر لكم وخاصة كما نقول للناس الذين يعيشون في أوكرانيا حسنا